أعلنت وزارة التربية اليوم تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداء من نهاية دوام اليوم وذلك بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ولترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمل الكهربائية على الدولة وأعلنت الوزارة التعطيل كافة العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية ابتداء من يوم الاثنين القادم الـ 24 من يونيو 2024 معاد المكلفين في أعمال الامتحانات من خلال تخفيض ساعات العمل للمكلفين في المرحلة المتوسطة والثانوية لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني والانصراف حتى الساعة الثانية عشر ظهرا بالإضافة إلى دمج مقر لجان امتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية ابتداء من يوم الاثنين القادم وسيتم الإعلان عنها لاحقا وأشرت الوزارة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للضمان السيابية سير عمل امتحانة الدور الثاني واعتماد النتائج رسميا ولتسليط الضوء اكثر مشاهدين حول الموضوع معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد لوهيدة أحمد بعد التحية هل لك أن تحدثنا أكثر عن تفاصيل قرارات الصادرة من وزارة التربية وكذلك أثر هذا القرار في تخفيف الأحمال الكهربائية نعم بداية شكرا على هذه الاستضافة أختي مناير وكذلك يعني بناءا كما ذكرتم في خضركم قبل قليل وزارة التربية وبتوجيهات من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف أيضا الأحمال الكهربائية على الدولة تحقيقا لعملية التكامل بين جهات الدولة المختلفة فقد تقرر تقديم العطلة الصيفية للهيئتين التعليمية والإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداء من نهاية دوام اليوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 كذلك تقرر تعطيل كافة العاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية بالمدارس ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق 24 يونيو 2024 ما عدا المكلفين في أعمال الامتحانات يعني يوم الأحد القادم هو آخر يوم دوام للعاملين بالمرحلة المتوسطة والثانوية ما عدا المكلفين في أعمال الامتحانات وتبدأ العطلة الإجازة الصيفية يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 كذلك تخفيض ساعات العمل للمكلفين في المرحلة المتوسطة والثانوية لحين انتهاء امتحانات الدور الثاني والانصراف حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا أيضا دمج مقار لجان امتحانات الدور الثاني لمرحلة المتوسطة وتحديدها في كل منطقة تعليمية ابتداء من يوم الاثنين القادم الموافق 24 يونيو 2024 وسيتم الإعلان عنها لاحقا في حسابات الرسمية لوزارة التربية ننوه أن يوم الأحد الاختبارات الدور الثاني يوم الأحد القادم في نفس مقار اللجان المعلن عنها مسبقا التغيير سيكون يوم الاثنين لاختبارات يوم الاثنين وسيتم الإعلان بعد قليل إن شاء الله خلال الساعات القادمة عن مقار اللجان الجديدة التي سيتم الاختبار فيها يوم الاثنين القادم للمرحلة المتوسطة أيضا هناك توجيهات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية سير عمل امتحانات الدور الثاني وإلى حين اعتماد النتائج الرسمية إن شاء الله شكرا تهدير لك كل شكر لك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد لوهيدا على هذه التفاصيل